أول حاجة يقول أسلوب المتح هو أسلوب يستخدم عند استحساننا لأمر معين أو صفة معينة يبقى أسلوب المتح دوة باستخدمه إمتى؟ لما بكون باستحسن أمر معين أو صفة من الصفات المعينة يعني صفة زي إيه؟ صفة مثلا زي صفة الصدق، الأمانة، التعاون دي صفات حسنة يبقى لما باستخدم هذه الصفات باستخدم أسلوب المتح طيب إيه أسلوب الذن؟ هو أسلوب يستخدم عند استهجاننا أو رفضنا لصفة أو سلوك معين يعني لما يكون فيه سلوك خطأ، سلوك ما يعجبناش باستخدم معه أسلوب الذن، إيه الصفات السيئة؟ الكذب أو الخيانة أو الأنانية لبا كده احنا تعرفنا لمعنى الأسلوبين بشكل عام طب تعالوا نشوف بقى الأسلوب ده بيتكون من إيه؟ عندي أركان أسلوبين المتح والذن، بيتكون من ثلاث أركان أساسية فعل وفاعل ومخصوص يبقى عندي هنا يتكون من فعل وفاعل ومخصوص يبقى الإسلوبين المتح والذن الاثنين زي بعض بالظبط يبدأ عندي أول فعل، بعدين فاعل، بعدين مخصوص طب الفعل إيه عندي الأفعال المتح؟ أنا عندي المتح باستخدم فعلين نعمة أو حبزة طيب لما بكل الذن باستخدم فعلين بئسة أو لا حبزة يبقى إذن ده عندي هنا أركان الإسلوبين المتح والذن يتكون عندي من فعل وفاعل مخصوص المخصوص دوت هو الحاجة اللي أنا بخصها بالمتح أو الذن يعني الصفة اللي أنا شايفة حلوة فبخصها بالمتح أو الصفة اللي شايفة سيئة فبخصها بالذن الأفعال بتاعتي عندي باستخدمها المتح نعمة وحبزة أما للذن فباستخدم بئسة ولا حبزة تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا فلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن ترجمة نانسي قنقر